قبل بداية الفيديو صعب عليك الاشتراك وتقدير تعب عشر سنوات ادعمنا بالاشتراك الآن المراقبة في واتساب أصبحت أسهل بعد التحديث الجديد فحسابك الآن يمكن فتحه من أكثر من مكان بدون ما تشعر فمهم جدا تعرف كيف تحمي حسابك من المراقبة شاهد معنا الشرح حتى النهاية في الأيام الماضية تم وضع ميزة جديدة في واتساب وهي ميزة إمكانية فتح حسابك الواتساب من أربعة أجهزة مختلفة بنفس الوقت وهذه الميزة ممكن تفيد بعض الناس وممكن تضر ناس كتير لأنه من خلالها ممكن أي شخص يراقبك وانت ما بتدري فأولا وسريعا نعرف كيف بتشتغل الميزة وبعد ذلك رح أعطيكم حلول مفيدة لحماية أنفسكم من المراقبة في واتساب فمثلا عنا هاتفين هذا الهاتف مفتوح عليه حسابي الأساسي وهذا الهاتف أريد فتح فيه حسابي ومراقبته مثلا فكيف أراقبه؟ أفتح واتساب من هنا وأضغط موافقة ومتابعة وبعد ذلك أضغط على الثلاث نقاط هذه وأختار ربط بحساب حالي حيفتح إلى كود الآن نذهب للهاتف الأول المفتوح عليه حسابي الأساسي وأضغط على النقاط الثلاثة وأختار الأجهزة المرتبطة وأضغط على ربط جهاز طبعا كحماية إذا عندك بصمة رح يطلب منك بصمة الجهاز أو رمز القفل رح نحكي طبعا عن طرق متعددة للحماية الآن أقوم بمسح الرمز الموجود على الهاتف الثاني سيفتح مباشرة حسابك الواتساب في هذا الهاتف كما نلاحظ على الشاشتين وهنا تكمن الخطورة في أن يقوم شخص ما بمراقبة حسابك وإنت لا تعلم لأنه لا يظهر إشعار خارجي أو أي شيء ينبهك بأن حسابك مفتوح من جهاز تاني فلو شخص ما حصل على هاتفك لعدة ثواني ممكن يفتح واتسابك ويشوف كل رسائلك فهنا السؤال المهم كيف تحمي حالك من المراقبة والتجسس والاختراق في واتساب بعد هذه الميزة أولا والخطوة الأولى دائما تفقد حسابك الواتساب وفحص هل يوجد أجهزة فاتحة حسابك بالدخول لواتساب وإضغط على النقاط الثلاثة من هنا وإضغط على خيار الأجهزة المرتبطة فهنا تجد الأجهزة الأخرى التي تكون فاتحة حسابك إذا وجدت أجهزة لا تعرفها فعليك فورا إخراجها بالضغط عليها والضغط على تسجيل خروج فسيتم تسجيل خروج الجهاز الآخر من حسابك تمام أكرر العملية لو كان أكثر من جهاز طبعا بالنسبة لتفعيل التحقق بخطوطين أو المصادقة السنائية في الواتساب فهي ما بتفيد في هذه الحالة فما تخلوا حد يخدعكم طيب الخطوة الثانية لحماية حسابكم من المراقبة عليكم تفعيل البصمة في الواتساب حتى ما يدخل عليه أي شخص غيرك طبعا هي موجودة ميزة بداخل الواتساب كيف نفعيلها بالضغط على الثلاث نقاط وبعدها الدخول للإعدادات من هنا وبعدها الدخول لقسم الخصوصية ورح ننزل للأسفل وندغط على قفل باستخدام بصمة الأصباح ومن هنا فعيل هذه الإيقونة بالضغط عليها امسح الآن بصمتك واختار من هنا وقت القفل الأفضل أن تختار حالا ليتم قفله مباشرة بعد ما تخرج منه الآن لو خرجت من الواتساب كما نشاهد ودخلت من جديد سيكون مقفل ورح يطلب منك وضع البصمة فهذا كحماية من الدخول لحسابك وعمل خطوات مسح الكود ولو ما كان هاتفك بدعم بصمة الأصباح بإمكانك استعمال تطبيق لقفل الواتساب مثل هذا التطبيق وتقوم بقفل الواتساب برمز أو برقم سري ومثل ما نلاحظ لو فتحنا الواتساب حيطلب مننا رمز لفاتح واتساب ويوجد تطبيقات أخرى بتعمل بنفس الطريقة وبنفس النظام أيضا مهم أنه تعمل كود أو بصمة أو رمز لجهازك من الإعدادات وبعدها من شاشة القفل وتعمل قفل لهاتفك من هنا باختيار أي نوع من أنواع القفل لأنه راح يطلب من الشخص عنده تفعيل ميزة ربط الأجهزة وإذا الأمر يشكل خطورة كبيرة عليك ممكن تخفي تطبيق الواتساب نفسه من الشاشة من خلال دخول للإعدادات ومن هنا وتكمل في الخطوات ودائما انتبه ما تعطي جوالك لأي شخص غير واثق فيه لأنه عملية المراقبة كما شرحت لكم سهلة جدا وبتصير بسرعة هذه كل الطرق المتاحة حاليا لحماية نفسك من المراقبة في واتساب وإذا وجدت لكم شيء جديد راح نحكي عنه إن شاء الله وأكتبوا لكم في التعليقات ادعمونا بوضع لايك للفيديو واشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته